في رسالة سيدنا بتقول أنا متجوزة بقالي سنة ومعايا بنوتا عرفت أن جوزي بيكلم واحدة يعرفها من زمان وكانت العلاقة بينهم عادي في الأول لما كنت حامل اكتشفت أنهم بيتكلموا في كلام مش كويس وخارج عن الأدب ولما واجهتهم قالوا مش هيتكلموا تاني في الكلام ده عشان كلام ما يتقلش بصراحة غير ما بين اتنين متجوزين وبعد فترة اكتشفت أنهم رجوا هيتكلموا في الحاجات دي تاني وقال لي أنه غصب عنه ومش هعمل كده تاني وهو أصلا مدمن للفرجة على الحاجات المش كويسة وأنا حقيقة تعبت من الموضوع ده فكرة أني أتحمل خيانته لي وأنه بيعترف بكده حتى بعد ما ولدت برضو بنتي بقى عندها خمس شهور لسه برضو بيتكلموا وأنا ما بقتش عارفة أعمل إيه وتعبت ونفسيتي بقت وحشة وبيجيلي أفكار وحشة وما بقاش عندي أي مشاعر من ناحيته مش عارفة أعمل إيه موسيا نانسي هيكونوا الشخص نفسه أولا بيتفرج على الحاجات مش كويسة يبقى فكره كله عايش في المجال ده صح وبالتالي أنه هو النتيجة السلبية لللي بيشوفه أنه يمرشه أو يتعامل بيه أو تتعدد علاقاته ومن هنا لقوا علاقات أيا كان مستوهنا مش بأكد أنه في علاقة جسدية بالكامل يعني أنا شايف هنا مهما وعدها مش حينفس الموضوع هنا محتاج عمل روحي والعمل الروحي على الطرفين على زوجها وعلى الطرف التاني اللي زوجها بيتعامل معاه لأنه أحيانا إحنا بنساعد ابننا وبنحاول لنمي روحياته لكن الطرف التاني شغل عليه فهنا دور الكنيسة على الطرفين وأحيانا لما احنا بنلاقي ودي بتحصل عندي فتنتة لو لقيتها يعني لو الطرف التاني غير مسيحي بقدر تواصل مع الجهات المسؤولة لأنه مش أقدر فأتعامل معاه فبولهم ده متجاوز وإحنا بدي بعده وساعدونا وبعده الطرف الأخير وعلى فكرة للأمانة أنا عايزة أصحح فكر كتير من أباء الكنيسة الدولة أو أجهزة الدولة لما احنا اللي بنبادر وبنشرح لهم المشكلة بيستعدون بيكونوا خير داعم لحل المشكلة يعني القائمين على الجهات الأمنية مش عاوزين مشاكل فلما احنا بنلجأ من البداية لا بيساعدونا فإذا كان الطرف الآخر مسيحي يبقى الكنيسة لها دور مع الزوج ومع الطرف المسيحي لو الطرف الثاني مش مسيحي عن طريق الكنيسة ممكن نتصيق مع الجهات الأمنية إنه إبعاد الطرف الثاني عن حياة ابننا عشان يستخر فيه زواجه مع أسرته هنا ما بقول مع ابننا عامل روحي مش نقوله قبل عن الست دي ده موضوع عايز بناء روحي عايز يشتغل على الروحيات وعلاقته بربنا بالكنيسة بالتناول بالاعتراف بالإنجيل بالصلة عايز أنمي روحياته عشان يقدر يقوم الرغبات السلبية اللي بتهجمه وبالطرده من خلال فكرة من الشيطان البناء الروحي أهم منه يوعدني يوعدني من غير بناء الروحي مش هقدر يدفس يعني ده عايز صبر منها وعايز كمان شغل قوي جدا بس فوراً شغل سريع من أبونا في الكريسة وأنا أرجو أن يكون أبو يعترفه وهنا على فكرة أنا أنسي التدخل السريع بيحل المشكلة إنما لما كينسة بتتأخر أو الخدام بيتأخره بيكون العلاقة مع الطرف البعيد ده بقت متعمقة وهنا عايز أقول حاجة أنا أنصح دايماً إن كل كينسة أو كل منطقة رعوية مشرف عليها أبو كان في الكليسة حين بنقسم الكليسة نفسها لمناطق رعوية يبقى مع مجموعة عمل من الخدام اللي بيتشغلوا على المشاكل الأسر ناس ناجحين اجتماعياً ومجتمعياً وناس لهم خبرات في الخدمة وبعض التخصصات عشان تقدر تحلل المشاكل زي قانونية مثلاً فهم دول بيساعدوا أبونا أبونا أحياناً ما عندوش الوقت وأبونا بيبقى في القاعدة خلاص يا ولد اعتذر لها خلاص يا بنت واعتذر بيتعامل مع نتائج مش مع أسباب مشكلة أسباب عايزة شغل أوعد يا ابني إنك ما تكررش كده تاني هصل للك يا بنت إنه ما يرجحش يا ابونا مش ده الحل الحل إزاي إن أنا أشتغل على المشكلة من قدرها عشان أختلعها إزاي أبني روحياً عايزة وقت فدايماً لما تبقى في مجموعات عامل مدربة ومجهزة تساعد أبونا أعتقد بنقدر نعالج المشكلة وكمان عايز سرعة منها هي لأنه واضح إن هي واخدى الموضوع جواها هي وما قالتش الحد أنا بقول لها ده خلق فينيسا وما تستعجليش بنتي على فكرة من حقها لو تقول حتسيبه حسيبه بس هل هو ده الحل؟ لا طبعاً بس بشكر نيفتك إنك بتشير للنقطة دي عشان بعض الناس بتهاجم تقول وأنتو لي عايزين الستة تستحمل الخيانة ما إحنا بنقول إن هي وما تستحملش الخيانة لا من حقها لكن لو عايزة البيت يكمل ينفع إن هي تصبر شوالي شكراً للمشاهدة